بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكو وتحذير من شركة OFB الحقيقة الشركة ديت يعني الأيام الأخيرة أغلقت حسابات كثيرة منها حسابي يعني هم قعدوا كده يشوفوا الحساب مفيهوش حاجة مفيهش انتهاك خمس أيام وعشر أيام طب ايه رأيك لقد انت انتهاكت قاعدة الثلاث أيام فاهم؟ لأنت مشتغلتش ثلاثة أيام في سبع أيام وهذا لم يحدث هذا لم يحدث ومن سوق حظهم أن أنا كنت براجع الحساب بالأمس كنت براجع حسابي بشوفه هل هو انتهك أي حاجة؟ لقيته لم ينتهك ليه؟ لأن جاءتني شكاوى عديدة لأنهم أضافوا قاعدة جميلة جدا لو أنت فتحت صفقة وسكرتها قبل دقتين وعملت الكلام ده تاني مرتين كده يسكروا لك حسابك تفتح صفقة وتسكرها قبل دقتين ثم تفتح صفقة أخرى وتسكرها قبل دقتين مجرد صفقتين في الشهر قبل فوات دقتين يسكر لك حسابك يقول لك لأ أنت انتهكت قاعدة جديدة عندنا ايه الكلام ده؟ ايه اللي انتو بتعملو ده؟ الكلام ده احنا يعني لم نراه في أي شركة تمويل مشوفناش الكلام ده في أي شركة تمويل وقاعدة 3 أيام وقاعدة لوت سايز وقاعدة دقتين ايه الكلام ده كله؟ فحزاري من هذه الشركة أنا بحذر من هذه الشركة شركة دي واضح كده أن هي لم تعطي أحد شيئا يعني وتتلكك على أي حاجة أي حاجة يتلككو لك هو أول مرة تاني مرة يدفع لك وبعد كده بقا يشوف لك أي حاجة فحزاري من الشركة دي أنه واضح كده أن هي واخده اتجاه أن هي تنصب على المتدولين لديها فأنا بحذر من هذه الشركة وتم حسف هذه الشركة من القناة خلاص إحنا هذه الشركة في حالة عداء معها خلاص إحنا بقا نبدأ نشوف الشكاوى الخاصة للمتاجرين كل واحد حدثت له مشكلة مع هذه الشركة يكتبها علشان نحذر باقي المتدولين نشوف آه في ناس سحبت يعني أنا كنت في حالة شك برضو لأن أكتر من صديق قالوا لي اللي هما سحبوا الشهر الماضي الشهر ده مش الشهر الماضي شهر إبريل منذ أيام سحبوا فأقولت والله آه الشركة بتطور من نفسها وكانوا أعلنوا أن هما هيلغوا الكلام الفارغ اللي هما عاملينه ده اللوت صايز والكلام الفارغ اللي هما عاملينه اللي ما فيه الشركة عاملها أصلا آآ قالوا أن هما هيلغوا الكلام ده ويرجعوا لعقلهم في واحد خمس ما فيش لا ده بيحزفه يعني أنا مش عارف أنا إزاي آآ لم أتداول من سبع وعشرين آآ مارس لاتنين آآ إبريل الفترة دي كلها أنا مشتغلتش ثلاثة أيام عايز تكنعني أن أنا مشتغلتش ثلاثة أيام في أسبوع طب إزاي إزاي يعني أنا بشتغل عادة يعني أنا لو تركت صفقة ممكن أتركها يومين لكن على طول بتلاقيني تاني يوم بعمل آآ صفقة إلا بقى لو أنت مسكت بقى اللوت صايز وقلت لأ أصلي دي مش مناسبة ما تفتحش يوم يعني اللوت صايز اللي أنت عامله ده غير مناسب لإحتساب يوم كلام ده الحقيقة كلام ده كلام سيء جدا وبيجعل هذه الشركة بالنسبة لي لأسكام على طول بقول إن هذه الشركة كده هي اسكام وبحظر منها شكرا جزيلا وبالتوفيق إن شاء الله